الحمد لله نحمده تعالى ونستعن به ونستغفره ونستهديه ونعوض بالله تعالى من شرور أنفسنا ونسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يقدرها لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد كنا نتحدث في المجلس السابق عن صور نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا منها نصرته بالنفس ونصرته بالمال ونصرته بالجاه وتوقفنا أن نوع الرابع من أنواع النصرة وهي نصرته باللسان صلى الله عليه وسلم عليه ولا يرفع لأحد أن نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة شريعته عليه الصلاة والسلام هي من نصرته بل هي لباب نصرته صلى الله عليه وسلم فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم باللسان ايسر من نصرته بالنفس وبن نصرته بالجاه ومن نصرته بالمال لانها متوفرة لاغلب الناس فما من انسان الا ويمكن في موقف من المواقف وحال من الاحوال ومكان من الامتنة ان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فايه فبلسانه فجعل اتطاعة الانسان بتغيير المنكر بلسانه اوسع وارحب من استطاعته بتغيير المنكر بيده ومن لم يستطع فبلقلبه وذلك اضعه لئه الانمان وفي صحيح مسلم ايضا من حديث ابن مشعول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من النبي انبعثه الله الا كان له من امته حواريون واصحاب يأخذون بسنته ويأخذون بامره ثم انه يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خربة فقد يعجز كثير من الناس عن نصرة دين الله عز وجل ونصرة نبي الله سبحانه وعلى النبي السلام يعجز عن نصرة ذلك بيده في كثير من الاحوال ولكنه يستطيع في كثير ايضا من الاحوال ان ينصره بلسانه والدعوة الى دين النبي صلى الله عليه وسلم وبده النصيحة والدعوة الى سنته وهدي صلوات الله وسلم عليه من ارحب مجالات نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا على النصرة السلام والمسلمون ان كانوا يفقهون عن الله تبارك تعالى في كتابه ويعقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يعلمون ويوقنون انه لا يمكن بحال من الاحوال ان تنفك امة الاسلام عن نوع من انواع الجهاد في سبيل الله تبارك تعالى يعني ان ضاقب المسلمين في كثير من الاحوال والامكنة ان يجاهدوا في سبيل الله عز وجل بانفسهم وابدانهم فانهم لا يعددون في كثير من الاحوال والأمكنة أن يجاهدوا في سبيل الله ونصرة للنبي الله صلى الله عليه وسلم بألفنتهم والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه وهو في مكة ولم يؤمر بقتال بعد فقال الله تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني بالقرآن الكريم والجهاد بالقرآن الكريم يكون باليد ولا باللسان باللسان أن تدعو الناس كل الناس مسلمهم وكافرهم إلى أن يلتدموا كتاب الله تبارك وتعالى منهجا في حياتهم سواء منهم غير المسلمين تدعوهم إلى الإسلام أو المسلمون منهم تدعوهم للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المجال أرحب وأخصب وأوسع من الجهاد في سبيل الله عز وجل باليد ومن الجهاد في سبيل الله عز وجل في مادن القتال عشان نقول يا أخواننا يعني فيه فعلا صور من الجهاد في سبيل الله وصور من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام متاحة ولكننا نتخاذل عنها ونتقاعف عنها عياذا بالله والناس ليسوا في درجة واحدة في هذا المجال المقصود أن أمة الإسلام لابد في كل عصر من الأعصار وفي كل مكان من الأمكنة أن يتحققوا نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله ونوعا من أنواع النصرة لنبي الله عز وجل المقصود أن يكون اللسان في خاصة نفسك لا تنصق به إلا ما ينفعك عند ربك تبارك تعالى حتى وإن خلوك هذه نصرة ونشرة لدين الله تبارك وتعالى أن تتنشر بين الله عز وجل في الأرض بحسناتك التي تفعلها في ذاتك وبحسناتك التي تفعلها مع غيرك بلسانك لا افترضنا أن واحد قاعد في بيته ومغلق عليه بابها ممكن يحرك لسانه بما يغضب الله وممكن يحركه بما يرضي الله عز وجل ممكن يقضي القرآن وممكن يعني يترمم بمزامر الشيطان ولا مش ممكن ممكن هذا سائل وهذا فعل يعني التحريك اللسان حتى ولو في خاصة نفسك بما يرضي الله عز وجل هذه النصرة لدينك وأما إن كنت مع الناس فتحركه دعوة إلى دين الله وبادلا بالنصيحة للمسلمين وغير المسلمين وبادلا للتوجيه والإرشاد إلى الحق الذي يحبه ربنا تبارك تعالى هذا من أنواع النصرة لدين الله عز وجل ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه لو نجعنا جماعة مثلا للموقف اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مبكس كانوا مستضعفين كانوا مستضعفين وكان كثير منهم لا يستطيع أن يجهر بكلمة التوفيق وكان كثير منهم يغفي إيمانه حتى إن الله عز وجل أنزل يوم صلح الحدادية ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معراتهم بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم معذبا أليم معنا آية إن لو لو جزءناك من المؤمنين نساء ورجالا في مبكة لا يعلمهم المسلمون فإن صلق الله عز وجل المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة لقوتل هؤلاء الذين يخفون إسلامهم ويسرون إيمانهم قتلوا ولا يعلم القاتلون لهم أنهم مسلمين يبقى في ناس لغاية سنة ستة من الهجرة هو كانوا عقلين في مكة ومستخفين بإيه؟ بدينهم لا يستطيعون أن يعلنوا بدينهم ولا أن يجهروا بكلمة التوحيد كان المشركين بظلهم منهم الكلام ده معنى إيه؟ إن الوضع في مكة وحتى بعد الهجرة الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فتحت مكة كان الجو فيها بالنسبة للمؤمن جو استضعاف ولا تمكين؟ استضعاف هل هذا كان حجة للمؤمنين والمسلمين في ترك نصرة دين الله وترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نذكر أمسنا يعني مثلا كلنا يعلم قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه وقد روى الإمام مسلم في صحيحه بطولها وهي قصة طويلة وماليئة وماليئة بالثواء نجتبئ منها أن أبا ذر رضي الله عنه لما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأكلم وآمن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع إلى قومه وأن يدعوهم إلى الله وأن يضل على ذلك حتى يأتيه أمر منه صلى الله عليه وسلم وأخبره عليه الصلاة والسلام أنه سيهاجر إلى يسر فإن هاجر يلحقه هناك يعني النبي صلى الله عليه وسلم رقع عنه إيه؟ كل المسؤوليات في مكة يعني أنت دورك أنت ممكن تعمله أن تدعو قومك إلى الإسلام قبيلة غفار خارج مكة الكلام ده تمام؟ هل رضي أبو ذر؟ قال والذي نفسي بيده لا أخرج منها حتى أخرق بها بين ظهر عليهم يعني يقسم بالله العظيم أنه لا يخرج من مكة حتى يقف في جوف الكعبة أو في جوف البيت الحرام ويطلق بكلمة التوحيد وأهل مكة قد جلسوا في نواديه وبالفعل أصبح عليه يا جماعة الكلام ده عمله بعد ما أعد شهر كامل بغير طعام لا ليس له طعام إلا ماء زمزة حتى تكثرت عليه عكا مبطني ولم يجد سخفة جوع على كبده وهذه كرامة لأدي ذر ومعجزة لماء زمزة قعد شهر كامل قبل النبي صلى الله عليه وسلم مالوش أكل إلا ماء زمزة وبرضو ما نمتاجح حتى نعرف أن أبو زر ما عملش كده تخوره لا دعا بيعمل كده وعارف إيه ما تيجي فعله ده لأنه أول مواصل مكة يقول استضعفت رجلا من أهلهم يعني إيه استضعف يعني نقق واحد منهم شكله هاتية شكله بعيث يعني عشان إيه عشان ما يضرهوش لأن لو اختار واحد من الكبراء وسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد عادوه وأظهروا العداوة أول حاجة يعملها إيه هيبطش به فيقول فاستضعفت رجلا منهم فقل فسألتوه عن هذا الذي يدعونه الصابق يعني كمان سمى إيه سمى النبي إيه صابق ومع ذلك لم يمجو يقول فأشار إلي الرجل وقال هذا الصابق وهذا الصابق شاور على أبو زر وقال إنه يقول إيه ده كمان صابق وبيتقل عن مين يعني يقول فاجتمع علي أهل الوادي فألقوني وضربوني من بين حجر ومبر وعظم اللي فيه عظم حدث حدثه واللي فيه حجر حدثه يقول فما تركوني إلا وأنا كالنصب الأحمر أعطين النصب يا جماعة الحجرة اللي أهل الجاهلية كانوا بيدبحوا عليها الدبائح لألهتهم الحجرة دية بيدبح عليها يقولونها إيه أحمر تركوه كالنصب يعني كل جسمه دم يقول فلما يعني أفاقته أغشي عليه طبعا من الضرب فلما أفاق ذاب إلى بئر زمزم وغزل عن نفسه الدم وشرب من مئه وظل على هذا الحال شهرا حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما يقول للنبي والنبي نفسي بيده لا أخرج منه حتى أخرخ بها بين ظهرانيه يبقى عارف اللي يقصد اللي مش عارف عارف وفعلا قال يا أهل مكة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وما نقم منهم إلا إيه أن يؤمنوا بالله العزيز والحمي فاجتمع عليه أهل مكة ما بين ظارب وملق بالحجر أو بالعوض يقول فنقلطني منهم إلا العباس العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان على دين قومي في ذلك الوقت فأكب علي وقال ويلكم أما تعلمون أنه من غفار وإنما مر تجارتكم إلى الشام عليه يعني هم لحين الشام بيمروا على إيه على قبله فأنتم لو عاوزين تعودوا تجمع بالشام بأيه هو تقتلوه فتركوه يبقى كده بعد من ضرب على الأتمام نجا بفضل الله عز وجل ثم بفضل العباس سكت كرر الموقف ده اختصارا من الكلام كرر الموقف ده ثلاث مرات كل مرة يخلصوا مين العباس وده دور في نصرة دين الله عز وجل ونشري والإعلان به ودور أيضا في نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم بس اللي أهم من كده جماعة وأنفع من كده أنه لما رجع لأخوه وأمه أن أخوه وأمه بحاضرة مكة على أطراف مكة لأنه كان خرج من مكة من قبيلة في غفار بقبل الموضوع ده بفترة ونزل على خاله القصة نبطلها يمكن معظمنا عارفها في صحيح مسلم المخصوص الآن أنه رجع لأمه والأخوه اللي كانوا في حاضرة مكة فقال أخوه أنيس لأبي زر قال أنيس لأبي زر ما صنعت قال صنعت أني أسلمت وآمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال تديني دينك ثم ذهب إلى أمهما فقالت ديني دينكما يبقى كده يدخل كم واحد في الإسلام اتنين سكتوا وقدم نفسهم والقبل بتاعتهم وراحوا رايحين على قبيلتهم ثم دع قبيلته إلى الإسلام فأسلم نصفها نصف القبيلة أسلم على إيد أبو زر رضي الله عنه والنصف الآخر قالوا إن هادر النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يعني هنستنى لو أسمى النبي صلى الله عليه وسلم هو كان وعده النبي أنه هيهجر للمدينة هو سمى في الحديث يسرد لأنه كان لسه مهاجرش صلى الله عليه وسلم النصف الثاني قالوا لما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم نسلم وإيه؟ ونهاجر كلنا وفعلا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت قبيلة غفار عن بكرة أبيها ودايع النبي صلى الله عليه وسلم في ميزان مين الكلام ده؟ في ميزان أبي در رضي الله فأي مرحلة؟ مرحلة بالصدعاف في مسجع مش مرحلة تمكين بها أخواننا يعني الواحد كده لو انطلق بدين الله عز وجل داعيا إليه بالله في أحسن ووجه لم يواجه عورض لم يعارض بما يستطيع بس يبدو اللي إيه؟ اللي يستطيعه النصرة دي ولا مش نصرة؟ نصرة في وقت الصدعاف ولا تمكين يبقى احنا ملناش حب في عندنا مجال احنا لأسف متقاذلين عنه خطف الغرب يا جماعة أمريكا هذه الدول فيها بعض الآذان المسغية للإسلام اللي عرض عليها بجكل جيد حتى نصر المشر بعضهم إلى يومنا هذا لا يكاد يمر فترة قصيرة إلا وتسمع بنصرانين أسلم أو ما إلى ذلك صح؟ يبقى برضو الدعوة إلى الآن لازالت انبدلنا فيها ولكننا لا نبدو انبدلنا فيها وسعنا ستؤتي ثمارها إن عاجلا أو آجلا مثل تالي مشهور جدا التفيل بن عمر قضي الله عنه وعرضه التفيل بن عمر من أهل اليمن من قبيلة الدول جاء إلى مكة معتمرا وكان رجلا سيدا شائرا مطاعا في قومه فلما ذهب إلى مكة جلس إلى أشرافها فظلوا يحدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهونه فيه وينفرونه عنه ويقولون إياك أن تسمع منه فإن حديثه كالتحر وإن ما نقشى عليك أن يدخل عليك وعلى قومك مثل ما دخل علينا وعلى قومنا منه فإنه قد فرق بين الإذن وأبيه وبين الأخي وأفيه وبين المرء وجوجه فظلوا معه في هذا الكلام حتى أقسم أن لا يسمع منه كلمة وأن لا يدخل الكعبة إلا وقد وضع الكرصف في أذنه يحط أطنس إيه؟ تودان ولكن أبى الله سبحانه له إلا الخيس ذهب إلى مكة إلى الكعبة يطوف بها معتمر جاء معتمر جاء معتمر ذهب إلى الكعبة يطوف بها والنبي صلى الله عليه وسلم مواقف ويصلي فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن تخترق هذه الأقطان الكرصف اللي هو القطن التي وضعها في ألونيه تخترق بعض الكلمات التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم إلى مسامعة طفيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه وأربعه ثم لما سمعت أنه أعدابه فقال ويحك يا طفيل إنك رجل شائر عاقل سبت لا يخفى عليك حسن الكلام من قبيحه يعني أنت إيه اللي بتعمله في نفسك ده تشيله القط واسمح كلام الراجل كوي تقبله ويحش رده وانتهبه وفعلا أنت الراجل عاقل ولبيب وشائر لا يخفى عليه كلام الشعراء من غيره وفعلا نزع القطر واستمع للنبي صلى الله عليه وسلم وذهب معه إلى بيته فعرض النبي صلى الله عليه الإسلام وتلع عليه القرآن فأسلم الطفيل مجدشة يا جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينشر دينه وبينشر دعوته لكن الشائر في موقف الايه الطفيل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعثوا الايه لقوله يدعوهم إلى الله وإلى دين محمد صلى الله عليه وسلم فأجد له النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يجعل له آية فقال اللهم جعل له آية تعينه ذهبت طفيل سافر من مكة إلى اليمن سافر طويل قرابة الشهر في الطريق لما أقبل على السنية التي يأبط منها على قومه سطع بين عينيه نور كمثل الشهاد الآية اللي النبي دعاله إيه فقال اللهم في غير وجه حتى لا يكونوا أنها مسلة من مفارقة ديننا خاف وهو جماعة الجاهلية ما يستبقى منهم أي حاجة فخاف أنهم يفكرون أن النور ده مسلة يعني حاجة كده ربنا عقبوا بيها أو الآلهة بتاعتهم عقبتوا بيها لما فارق دينهم فجعل الله عز وجل هذا النور في طرف صوته فكان في طرف صوته كالقنديل يضيء الناس الكرباك بتاعته طرفه عمل زي اللمبة زي المسباح ذهب إلى قومه وبمجرد أن وصل لقيه أبوه وكان رجلا طاعنا في السن وهي الراجل الكبير في السن فقال له إليك عني فلست مني ولست منك يقول لي مين يقول لي أبوه إليك عني فلست مني ولست منك فقال يا بني ولم قال إني قد أسلمت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم فقال أبوه لا رغبة بي عن دينك يعني أنت اللي دخلت فيه أنا كمان برثت الصدق والتوكل على الله ثم ذهب إلى زوجته يعني ردأ بابو الأول أحق طبعا ثم ذهب إلى زوجته إلى امرأتي وقال نفس الكلام إليك عني فلست مني ولست منك لماذا فقال إني قد أسلمت واتبعت دين محمدا صلى الله عليه وسلم فأسلمت زوجته أسلم أهل بيته ثم راثت عليه قبيلة يعني قبلت إيه أفطأ في إجابة دعوته بدين الإشلام فردع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن دوسا قد أبت تابعوا الله على دوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم مهد دوسا اللهم إيه اللهم مهد دوسا ثم أمره أن يرجع إليه وأن يدعوهم وأن يترفق بهم يعني إيه بالراحة ترفق بهم فذهب رجع إليه وترفق بهم وظل يدعوهم حتى فاتفوا بد وأحض والخندق ثم بعد الخندق أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم من اليمد من قبيلة دوس ومعه سبعون أو تسعون أهل بيت من دوس قد أسلموا لله عز وجل وآملوا بنبيه صلى الله عليه وسلم سبعين أو تسعين أهل بيت ليس تسعين شخص تسعين أسرة أو سابعين أسرة جاءت مع الطفيل بن عمر رضي الله عنه أسلموا على يديه وجاءوا في قيبة في سبك سبع من الهجرة هؤلاء كلهم في ميزان من؟ في ميزان الطفيل بن عمر رضي الله عنه وأرضه اللي كان منهم مين؟ أبو هريرة أشهر واحد أسلم من قبيلة دوس على يديه الطفيل بن عمر رضي الله عنه هو مين؟ تفيلك أن أبو هريرة بما يعني له من باع في نشر الدين ونشر السنة يأتي في ميزان الطفيل بن عمر رضي الله عنه وأرضه ده إيه يا جماعة في أي عهد دوس في مكة عهد من استضعاره لغاية دلوقتي لست مكة لم تفتح بعض مصعب بن عمير بعد باية العقبة الأولى الكلام يمكن يجي معنا بعد كده لو ستكلمنا عن الهجرة إن شاء الله بالتفصيل بعد باية العقبة الأولى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير عليه رضوان الله أرسلوا إلى مكة يدعوهم إلى الإسلام ويطرئهم القرآن فنزل فيهم وكان يدعى المقرئ المقرئ يعني زي ستعدوننا دلوقتي العالم يعني وكان يدعى فيهم المقرئ فظل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه يدعوهم حتى ما دقي بيت من بيوت الأنصار من بيوت أهل المدينة إلا وفيهم رجل أو امرأة مسلم أو مسلم وكان من القصة المشهورة جدا الرائعة جدا قصة إسلام وسيد بن فضير وسعد بن معات على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه مصعب بن عمير كان نازلا على أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه فذهبوا إلى بيار بني عبد الأشهل وبيار بني غفر يدعون إلى الله عز وجل فجلسوا هناك على شفير بئر من آبارها فسمع سعد بن معات وهو سيد بني عبد الأشهل والرجل الثاني في بني عبد الأشهل اللي هو وكان سعد بن معات ابن خالف أسعد بن زرارة رضي الله عنهم جميعاً فقال سعد بن معات لأسيد بن حضير اذهب إلى هذين لذين جاء يسفها لضعفاءنا فازجرهما وانهاهما أن يأتي إلى دارين فلولا ما بيني وبين أبي أمامة من القرابة لكفيت كذلك نقول له رفل الاثنين دولاك وانهاهم واذجرهم وما تخلهم شي يجوا هنا تاني عشان دعفاءنا وصفهاءنا ما يتبوش ديننا ودين أباءنا ويخشوا في الدين الجديد دولا وولولا أن أسعد بن زرارة ابن خالفك كنتان رفت عملت كده بمسر فيبقى مين يرحك لك الرجل الثاني في الدولة في بني عبد الأشهل اللي هو سيد بن حضير رضي الله عنه وأربعة فده أخذ الحرب وذهب إلى مصعب بن عمير مع أسد بن زرارة رضي الله عنهم جميعاً وفي يده الحربة فلما وصل إليهم وقف عليهم متشتمان يعني متلفظاً بقابيخ الألفاظ قاعد يشتم فيهم من الباب للطاق كده ما هو الأقوى ده في بلده في زويته في بني عبد الأشهل وجايين بدون إذن وما فيش رجوع سياسة عدة فوقف عليهم متشتماً وقال لا تأثية إلى دارنا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة يعني اشتروا إيه اشتروا نفسكوا اللي عاود سيكوا حياته ما يقربش لحفلة تاني ده ما عمل كلام يعني اللي يتهموا حياته ما يقربش عندنا إيه تاني وكان من ضمن الألقاظ اللي جاءت ثبتت في مبازي موسى بن عقبة عليه رحمة الله أنه قال لأسعد بن زرارة أجئت إلينا بهذا الرئديد الطريد الشريط الرئديد الطريد الشريط الرئديد يعني الجباب بول على مين على مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه كان مصعب يعني كما أدمه القرآن وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحكمة لما وقت عليه متشتما ماضيخا بقبيح الألفاظ قال له أو تجبس فتسمع فإن رضيس أمرا قدمته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره المنطق ده جماعة ما يسيبش واحد عنده زرة عقل إلا وإيه ويخليه فكر يقوله كلمة أو يعني فيه اختيار إيه فيه اختيار ثاني يعني ده اللي انت قلته ده كلام على العين وعارتي ده اختيار بس فيه اختيار ثاني اللي هو إيه أقب اسمعني إن قلتك حاجة كويسة وأبنتها سبيعة ونعمة وإن قلت وحش وكلام ما عجبتش كففت عنك ما تكره فقال قد أنصفت وركز وحبته في الأرض وجلس يستمع لمصعد بن رمي فقرأ عليه القرآن وكانوا يدعون إلى الله إذا دعوا بلادك بكتاب الله سبرة تعالى قرأ عليه آيات من حرة الزخرة يقولون فوالله لرأينا في وجه أسيد الإسلام قبل أن يتكلم من إشرافه وتهلله وتسهوله قعد مكشر في الأول ومغضب بعد كده يوشه بينفرد شوية بشوية بإيه بينفرد ويبان عليه الانبساط والفرع بما يسمع فلما انتهى من كلامه مصعد بن عمية رضي الله عنه قال ما أحسن ما تقول ما تفعلون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين فأمروه أن يغتسر وأن يطهر ثيابه وأن ينطق بالشهادتين وأن يصلي ركعتين ففعل ما أمر به ثم قال إن ورائه رجلا لو سبعكما ما تفلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما اللي هو مين؟ سيد القوم بقى سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضة سعد بن معاذ يخواننا في الأنصار زي مبقر صديق المهاجرين رضي الله عنه من إيه الجميع فذهب أسيد بن حضيرت وأيضا بحكمة وبعقل قال يعني أماس في ناب قومهم إنما أقبل عليهم أسيد بن حضيرت نشهد بالله أن أسيدا راجع إليكم بغير الوجه الذي ذهب به عنكم مش هو ده الوجه اللي رأى ده إنسان جديد وفعلنا جماعة كان إنسان جديد تولد ولده إيه؟ جديدة خرج من ظلمات الكفر إلى أنوار الإسلام فقال ما صمعت سعب ليسأله ما صمعت قال خيرا إني قد نهيتهما فقال نفعل ما أحبب يعني كده إيه؟ طمّنوا الأول إيه؟ طمّنوا يعني اللي إنت عاوضه؟ حفظ وقد سمعت أن نبني حارثة قد ذهبوا إلى أبي أمامة اللي هو أسعد بن زرارة اللي هو أبن خلف ليقتلوه ليختروك فيه عشان يحقروك رايحين عشان يقتلوه عشان يصغروك في قومك فغضب طبعا ما عارفين بها واحد سيد قومه في الجاهلية يعني إنه غضب وأخذ الحربة وذهب مسرعا مغضبا فلما رأهما آمنين عرف أن أستاذ رضي الله عنه ما أراد إلا أن يسمع منهما كما سمع هو منهم وقف عليهم فقال له اللي أبي أمامة والله يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك هنا القرابة ما رمت مني ذلك رمت يعني طلت يعني ما كنتش تقدر تأمن لإيه اللي بتأمن دلوقت يعني ما كيش حاجة حاجة ذانية عنك إلا أنك ابن خلتي بس لولا ديت ما كنتش سكت عليك فقال أبو أمامة لمصعد بن عمير هذا والله سيد قومي إن يتبئك لا يتخلف عنه أحد من قومي فضق الله فيه بيقول لي مين بيقول لي مصعد بن عمير ومصعد بن عمير كان رده لسعد بن معاذ رضي الله عنه نفس الرب اللي إيه اللي عمله مع ساد بن فضير وكان رد سعد بن عليه نفس الرب إيه أتلم وعمل له اغتسل وطهر في يابه ورق الشهدتين وإيه وصل رقعتين ورح راجع لقومه وهو اللي جاي ده بقى جماعة هو الشهد الكلام رح لقومه قال يا بني عبد الأشهد ما تعلمون رأي فيكم يعني أنت إيه رأيتوا فيه قالوا سيدنا وأفضلوا رأيا وأيمننا نقيبة النقيبة يعني القيادة يعني أنت أبرك بعين قبل بس ما كانش نفاع كان ايه كان بجد هو كان فيه رجل ميمون النقيبة وكان رجل عاقل وحكيم رضي الله عنه وأرضاه ما تعلمون شأن فيكم قالوا أفضلنا قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا ايه نقيبة قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله فما ألسى في ديار بني عبد الأشهد من رجل أو امرأة إلا مسلم أو ايه أو مسلم رضي الله عنه وأرضاه أمرينا مع قبيلة كاملة تأتي في ميزان أعمال فعد الوحدة رضي الله عنه أعمال الوحدة كانت ايه تكفي لنين الدرجات العلم من الزم هذا الذي فز له عرش ايه عرش الرحمن ونزل في جنادته سبعون ألفا من الملائكة رضي الله عنه وأرضاه يأتي في ميزان يوم القيامة قبيلة بأسره ويأتي سعب نقصه في ميزان مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان جماعة دي نصر لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بعد المصدعفون يعني لسه كانت كانت شديد تنكين من للإسلام ولا كانت للإسلام لسه لديك دولة أصلا لكن ناصر دين الله وناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتاح بالمتاح أحسنوا عرض الإسلام على الكفار أحسنوا عرض الإسلام على أعدائهم فقبل الإسلام وقلون وهذا يمكن أن يتحقق بنسبة من النسبة في كل عقر يعني لازلنا نسمع يعني جماعة يعني يذكر في الإحصائيات أن المسلمين بعد أحداث سبتمبر أحداث 11 سبتمبر في أمريكا المسلمين بعد الأحداث دي في سنة واحدة فق عدد المسلمين لمدة 20 سنة في أمريكا يعني أسلم بسبب قراءة ترجمات الإيه الناس كلها بقى الإرهاب والإسلام الإرهابي ومش عارب إيه تعاوذين يعرفوا الإسلام كان أقرب طريقة أنهم يعملوا إيه يقرأوا كتاب الإسلام اللي هو القرآن فقرأ نافذت ترجمات القرآن بكل اللغات في أمريكا وفي الغرب في هذه الأيام مع أنها كانوا تطبعوا بالإيه بالآلف ودخل كثير منهم في دين الله عز وجل بسبب أنهم يعني ناس علمانيين أفضل ناس يعبدون هواهم وشهواتهم فإن عرض عليهم الحق بشكل مقبول فبعضهم لا نقول كلهم ولا أكثرهم لكن بعضهم يقبلوا على الحق المقصود أنها مثل من مصعب بن عمير رضي الله عنه لنصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم بماذا إلا عمله مصعب جاس فهذه اللي بتسف عمل إيه بالسام ما عملش حاجة إلا بالسام المثال تاني بمام بن سعلبة رضي الله عنه وافد بني بني سعب الذي قال عنه ابن عباسم رضي الله عنه ما سمئنا بوافد كان أشد بركة على قومي من ضمام بن سعلبة رضي الله عنه وارضه ابن سعلبة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وهو جالس في المسجد مع أصحابك فدخل العقل ناقته على باب المسجد ثم دخل المسجد وقال أين ابن عبد المطالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قال أنت محمد قال نعم قال إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك فإني لا أجد فينك شوفوا الوضوح بيه دي بقى جماعة ما الشفافية بياد دي بقى بقول له أنا أشدد عليك في الكلام وهنا الله لك في الكلام ما تدعلش مني لأن أنا كلام ما تدعلش من حد فإني لا أجد في إيه في نفسك فقال سل عما بدلك فقال له أنشدك الله الذي خلقت وخلق ما قبلك وخلق ما هو كائن بعدك آه الله أرسلك لأن أنت فعلا مرسولنا عند ربنا فقال اللهم نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إيه نعم قال أنشدك بالله إله وإله ما قبلك وإله ما هو كائن بعدك آه الله أمرك أن تنهان عن عبادة الأوسال وأن نطلع الأنداد التي تعبد من دون الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم ثم ظل يسأله عن فرائل الإسلام فردا فردا حتى ذكره الصلاة والصيام والإيه والحب وفراد الإسلام فنهاية الكلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ليس دي برضو الشاهد الشاهد بعد ما أسلم عمل ما إحنا جمالنا اللي فينا بقى بل عشرين سنة وثلاثين سنة وستين سنة مسلم هو ذاتي أسلم بقى زيه إيه زينا بس الفرق فيما بعد فيما بعد الإسلام رجع إلى قومه وكان وافدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه فأول ما تكلم به أن تبى الله تبى العين أول كلمة طلعت من ضوءه قدامهم أن تبى إيه آلهتهم عاد آلهتهم حتى يطعن في بينهم فقالوا ما هي أضمان هوات مبنان بن سعلابة رضي الله عنهم فقالوا ما هي يعني اسكت بالرع على نفسك يعني إيه بشوش على نفسك شوية خفع نفسك ما هي أضمان اتقي البرس والجنون والجذال يعني يقولوا ما تبكمشي الآلية أحسن الآلية تعقبك بالبرس وبالجنون وبالإيه وبالجذال قال والله لا تضران إنهم اللات والعزة والله ما تضران ولا تنفعان وإن الله عز وجل قد أنزل كتابا وأرسل رسولا يستنقذكم به مما أنتم فيه من الضلالة ودعاهم إلى الله فأسلم بن سعد كلهم بن سعد كان المنسى صلى الله عليه وسلم مستربع فيهم وهو رضيع عليه الصلاة والسلام أسلم بن سعد كلهم بسببه ثبات هذا الرجل على دينه وجرأته في الحق وحمله لدين الله عز وجل ونصرته لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل آخر أعجب من هذا كله تنقلب الموادين في أرهان الناس من الزاوية إلى التي تلاقيها مباشرة ماذا من النرجل؟ كلنا عارفون قصة عمير بن إيه؟ عمير بن وهو الجمحي رضي الله عنه وأرضاه شيطان قريش الذي حرد المات للمسلمين في يوم بدر وحرشهم عليهم هذا الرجل جلس مع طفوان بن أمية في الحجر عند الكعبة بعد وقعة بدر وظلوا يتذكرون قتلاهم وما أصاباهم يوم بدر فقال عمير بن وهو والله لولا دين علي وعيان أخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد وقتلت فاسترحنا منه فإن لي فيهم إلا ابني أثير عندك تقول بس منها الفقر هنا فيه والعيان اللي عندي والدين اللي علي كنت رفع سلته لأن أنا عندي إيه؟ سبب وجيني إن أنا روح المدينة اللي هو إيه السبب دوات؟ إن يروح عشان يفك أثيره اللي هو مين؟ اللي هو إيه؟ طبعا امتهزها صفوان بن أمية وهو من أسراء مكة فقال دينك ديني أو دينك علي وعيانك عياني لا يتعني شيء ويعجز عنهم ما بقيت يعني بقول له الطمرة أنت بس تروح يعمل مهمة ديك وما عليك بالبق دينك في الدهولك وعيالك زي عيانك وكان يوزمع إذا وعده وصراحة يعني حق القار مع كفرهم يعني فطمأن أمير بن وعد من جهة إيه؟ دينه ومن جهة ريالك فأمر بسيتيه فشحز وسم شحز يعني اتحمل هارفين يعني يسمه يعني والسم بخصيث يعني لو أطاب النبي صلى الله عليه بجرح بسيط يموت بأثر إيه؟ السم يعني إما أن يصيبه بعزم السيف فيقتله وإما أن يصيبه بالسم أيضا فيه؟ فيقتله وفعلا ركب الناقة وراح المدينة ثم ناخ ناقته على باب المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سوء حظه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا في أناس من الأنصار في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكرون ما أكرمهم الله عز وجل به يوم بجر وما أنعم الله عز وجل عليهم به يوم بجر فلما رآه عمر بن الخطاب على باب المسجد قال الكلب عمير بن هو الكلب عمير بن إيه؟ والله ما جاء إلا لشر الملهم المحبث رضي الله عنه وارضه الكلب شوصه سبحان الله هي معنى بأثر قصة كلمة لعمر جميلة الكلب عمير بن ورد والله ما جاء إلا لشر ثم أسرع ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمجيئه عمير بن ورد قد علق ثايفه في حمالته يعني علق السف إيه؟ تسدره كده قدامه كده فأمره من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه به هو أمره بس أن يأتيه به ما قالوش إيه؟ ما قالوش إزاي؟ ما قالوش الكيسي يعني هو بس قال له هاتهولي بس فقرض عمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم فغهب إلى الأنصار الذين كانوا جالسونه وقال ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذروا عليه هذا الخبيث يعني خانوا بأكل لأنه إيه؟ بشيطان من شاثين فرانشي كان ثم ذهب إلى عمير بن وهد ولببه بحمالة سيف يعني خانوا بإيه؟ برو بطف عشان ما يبشر لا يتحكم لا في نفسه ولا في سيف لأن الإيد لما تكايد مين؟ إيد عمر بن الخطائب رضي الله عنه وأرضاه ما يغركمش إيد اللي بشاور ديها دي إيد عمر رضي الله عنه دي ممكن تكون سبعين من صادة إيد دخل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر دعه يا عمر سيبه ثم قال له أدنه يا عمير كمان يعني سيبه وقول له إيه؟ تعالى أقرب منه وفيه عمر بن وعمر رضي الله عنه أسمت في الوقت دور رضي الله عنه أرد من النبي صلى الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك؟ فقال جئت لهذا الأثير عندكم فأحسنوا فيه قال فما بالوستيك في عنقك لما أنت جئت بوق الأثير ما علاقت كده ليه؟ قال قد ضحها الله مسيوط وهل أغنط عنا من شيء؟ أنت لسه جاي في بذر عملنا بها إيه يعني؟ شاء السيوفنا بتهم الحاجة؟ قد ضحها الله مسيوط وهل أغنط عنا من شيء؟ قال اصدقني يا عمير ما الذي جاء بك؟ قال ما جئت إلا لهذا قال بل جلست أنت وصفوان بن أمير في الحج فقلت له لأولا دين علي وعيان أخشى عليهم الضيعة لقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم فتحمل لك صفوان بدينك وعيانك فأنت جئت لتقتلني والله عز وجل حائل بينك وبينها والله يعطمك من الناس والنبي معود صلى الله عليه وسلم من ربه تبارة تعالى أن يحفرهم من الناس والله يعطمك من الناس والله حائل بينك وبينها فكانت مثابة الصفعة التي أساق على أثرها عمير بن واهب رضي الله عنه فقال أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله والله يا رسول الله لقد كنا نكذبك فيما تخبر نادي من خبر السماء وتدعم من الوحي وهذا أمر لم يشهده إلا أنا وصفوان ولقد علمت أنه ما أتاك بي إلا الله عز وجل فالحمد لله الذي ساقني هذا المثاق وهداني إلى الإسلام ثم أقوى النبي صلى الله عليه وسلم تطيه أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا له أثيرة وجلت عمير بن واهب أياما مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والغاية هنا برضو مش هو ده إيه؟ الشاهد الشاهد بعد الإسلام عمل إيه؟ بعد أيام من مضاها في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم على ساكنة الصلاة والسلام يذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويتأذنه أن يرجع إلى أهل مكة فيدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا آجاهم كما يؤذي من أسلم في مكة شوف النفوس يا جماعة الله هروف والله حاجة من اثنين إما يقبلوا دعوية للإسلام فالحمد لله فإن أبوا آجيتهم كما كون بيقولي أصحابك في إيه؟ في مكة وبالفئر يرجع مكة ويدعو إلى الله عز وجل فيسلم بدعوته أناس من مكة وكان لسه الكلام ده في آخر سنة اثنين يعني لسه في أول إيه؟ الهجرة يعتبر لسه يعني على فتح مكة بقي ست سنين تقريبا يسلم بدعوة عمير بن واهب أناس يقول عمر بن الكلمة اللي احنا قلنا عنها في أول يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنده والله لكان عمير بن واهب اتجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخنذير أحب إلي منه ووالله إنه الآن لأحب إلي من بعض بني أحب إلي من بعض أولاد يعني أما شبته في الأول كان الخنذير أغلى عندي إيه؟ منه وأحب إلي منه دلوقتي عمير بن واهب رضي الله عنه بعد ما أتمن أحب إلي من بعض إيه؟ من بعض أولاد كانوا يحبون إذا أحبوا في الله كما أنهم كانوا يبغضون إذا أبغضوا في الله عز وجل هو عمر بن وهب أتى نبن عمر بن الخطاب مثلا كان بكره ليه لأنهم من أعذاء الله أصفادين عن سبيل الله عز وجل ولماذا فعل بعد ذلك أحب إليهم من بعض بنيه لفعله الذي فعله في الإسلام وقف في وجوه أهل مكتب ودعاهم جهارة إلى الإسلام وقبل دعوته أناس منهم دا يا ما يعني بعض الأمثلة من الرجال النساء أيضا في عاد النبي صلى الله عليه وسلم ناصروه ونشروا دينه بألكنته وأشهر مثل على كده أم سليم رضي الله عن أم سليم وعن زوج أم سليم وعن ابن أم سليم وعن عائلة أم سليم قل لها رضي الله عنه أرضها هذه المرأة الفاضلة العاقلة الحكيمة من السادقات الأوليات الإسلام هي المرأة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجلة وهي بعد حية تمشي على الأرض أم سليم كان زوجها ملك ابن النض كافرا مشركا وابنها أنا تلقنه لا إله إلا الله قل يا أنا لا إله إلا الله فيرضي الرجل من السفر فيجدها قد أسلمت كان المسافة تتجارة رجع لها أسلمت ولسه النبي صلى الله عليه وسلم ما أصالش أصلا من مدينة كلام دا كان لسه أبن الهجرة يعني بعد بيئة العقبة الأولى تلقن ابنها أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله فيرجع جوجها ومشرك فيغضب عليها ويزجرها ويقول لا تكسدي علي ابني فتقول إني لا أكسدي ولكني أسلح فلم يلبس مارك ابن النظر أن خرجه فطلبه عدوه لهم فقتله وراح الرجل يبقى كده إيه إلى مار جهنم ولا يزو بالله مات مشركا مصررا على الشرك إلى مار جهنم وأما أم سلين فقالت لا جرم لا أصم أنا حتى يدعو السد ولا أتزوج حتى يزوجني أمس يبقى كده إيه إبنات من ذنه بس مشهده برضو الشاهد الكبير الشاهد لما خطفها بعد كده أبو طلح الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه رجل بألف رجل أبو طلح بحكم صوته بك مش هو نفسه كله مش بشحنه لحمه صوته في المعركة في حكم النبي صلى الله عليه وسلم خير من فئة وفي رواية خير من ألف رجل أبو طلح الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ثالث النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل من شرفاء المدينة ومن أسرياء المدينة وفعلا طبقت عندما قالت له مثلك لا إيه لا يرد جاء يخطبها فقالت يا أبو طلحة مثلك لا يرج يعني أنت صراحة ما تترفقش بصراحة ودي جمعة كلمة عزيزة على امرأة أنها تقولها كده بايه بصراحة فوش الرجل اللي بيخطبها أمال عقيد كده ليه عشان اللي جاي أنها تقوله كده عاوزها مهرها يكون ايه إسلامه فقالت والله يا أبو طلحة ما مثلك يرج ولكنك أمرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة ولا تحل لي يذهب أبو طلحة ثم يرجع بنفس الطلب ويجد في المهر ولكنها تصر على موقفها أنها لا يحل لرجل مشرك أن يعتني امرأة مسلمة مش ممكن أبدا مسلمة ترضى بمكاح مشرك فقالت إن تسلم يكن ذلك مهدي لا أريد شيئا غيره وكده يا جماعة حاجة لم يسمع العرب بمثلها قبل ذلك إن امرأة ترضى من مهرها أن يغير الرجل بينه من كفر إلى الإسلام أو العكس المهم إن ما سمعش العرب قبل كده إن كان مهر سبت إيه تغيير مبدأ واعتقاد فأسلم أبو طلحة مين اللي لعا للإسلام امرأة امرأة وطبعا برق المسلمة في الغزوات كان كبير يبقى ما نستغربش إن كانت تناصر النبي شهر لم بإيه بإنشانه مثل آخر في وقت اللي صدعت في مكة اللي هي أم شريك بنت جابر بن حكيم الأسادية رضي الله عنه وأرضاه كانت امرأة من غير أهل مكة من بني أسر وكانت أقامت في مكة فترة فأسلمت فجعلت تدخل على نساء قريش فرا تدعوهن وترذبهن في الإسلام حتى فشأ أمرها وظهر أمرها لأهل مكة هيعملوها إزاي بعد كده بتفسد بقى عليهم إيه بيوت حكمهم هم يعني هي ذات التفسد عليهم بيوتهم فقالوا والله لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا ولكننا تمردك إليهم يعني إحنا دولا إن من قوم في علاقات سياسية بينهم بين بني أسد وبين قريش لو لقومك إحنا كنا إيه عملنا بك اللي ما تعملش فحملوها على جمل بلا قتل يعني رجب الجمل على السنان مباشرة عشان إيه يعذبوهن عارضين يعذبوهن فأقبوها على الجمل بلا قتل وأمنعوها الطعام والشراب ثلاثة أيام قبل السفر وفي أثناء السفر كانوا إذا نزلوا ليأكلوا واشربوا ربطوها في الشمس ونزلوا هم في الظل يأكلون واشربون عزاء ده يعني يا جماعة إيه ما هو إيه وأمر بالمعروف أنا عن المنتر وإيه واصبر على ما أصابك فهذه المرأة المؤمنة الصابرة المحتفبة صبرت على دين الله عز وجل ولن تندم على ما قدمته لدين الله سبارك وتعالي تقول فبين أنا وقفة في الشمس إذ وقع علي شيء من فوقي ثم ارتفع ثم دل فأخذته فإذا هو دل وماء ما ذل الله منين ده قل هو من عند الله ما قلنا ننصل على استيدة مريم عليها السلام الرزق بغير حساب ينزل على هذه المرأة المؤمنة الرزقها بغير حساب أنزل عليها دلوا من المال يقول تشاربت منه قليلا ثم ارتفع يعني ما عاكفت إيه عشان تشربت لين الجماعة لو شربوا كياما بعد الفضر دي كلها من العطشت ايه هتتضرر يعني حتى يعني كيفية الرزق كان ايه كان بلطح من الله سبارك وتعالي شربت منه اشتشاف غالين وبعد كده رح ايه ارتفع ثم هبط عليها مرات الأخرى فشربت ثم ارتفع ثلاث مرات هو ينزل عليها تشرب ايه شوية ثم نزل عليها تشاربت حتى ارتوت وافرغت الباقي على رأسها وسيها بتتضرر دا ايه موقفة الشمس يا جماعة في الصحراء من دور قتل وعلى شورت بتلاث يام قبل السفر على جمل ما تحتهاش حتى حطيرة والجمل معروف سنامه عمل ازاي احنا الواحد فينا الرجالة دلوقت وحد دي فينا يقدر يسكب جمل ساعة بدون حاجة كده مش في الصحراء هنا في الهوائل قلقهم حاجة صعبة فعلا فكرامة من الكرامات يعني اكرامها الله تبارك الله وليه تستحق ذلك فانتبه الناس من نومهم فوجدوا عليها اثر الماء ووجدوها حسنة الهيئة فقالوا ان حللت من اقالك وذهبت الى اسفيتنا فشاركتي قالت ما والله ولا من حاجة كان ربطل فكرا وقد شربت من ما يبتعيتهم هم فقالت لا والله بل حصل كيف وكيف وقفت عليهم ما ايه ما حصل فقالوا لان كان كما تقولين فبيلك خير من بيننا فذابوا الى اسفيتهم فوجدوها على حاليه فاسلموا كلهم يعني كده دعت الرجال والايه والنساء دعت النساء بكلامها ودعت الرجال باح عليها عليها رضوان الله عز وزر كان الكلامنا جماعة كان في وقت ما كان له وقت الايه ما احتجتش بقى ولا كان ما حفظة من احنا والله ما تبهيات بعيلا احنا من العالم الثالث من العالم الثامن ما تبيناش حاجة نعملوه لا بإذنه يا ما والله يا جماعة الحق في ذاتك قوي بنفسه بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاتك سمحت عن كام واحد مثلا في مصر تنصر خمسة عشرة عشرين لكن في المقابل سمحت عن كام واحد مثلا في امريكا اسلم بالالاف ايه بقى فيه خمتاشر مليون مسلم في امريكا خمتاشر مليون مسلم في امريكا فانوا فين دول الاول ايه اللي خلاهم يشيبوا المدنية والحضارة والكلام اللي قلوه ده الاسلام في ذاته حق فهو يحمل مقوماته في ذاته بل نقذفه بالحق على الباطل فإيه فيدمغه يعني يصيبه في الدماغ يصيبه في مقصر فيدمغه فإيه ده وته ولكم الوين وإما تصيبه فجماعة الاسلام في ذاته ايه دين حق فإحنا لو حملناه نجلناك حتى ولو كنا متلعفين برضو هنجني ثمرة لابد نجني ثم إن الله عز وجل لا نضيعه أجر من أحسن إيه عمله بس إحنا اللي ما بنبذلش عاوز أذكر مثال تاني مهم جدا كلنا عارسين يا جماعة اللي مشغول بطلب العلم مثلا أو طلبة الكتب وعنده خبرة بالكتب لو تسأل أعظم كتاب على الإطلاق اتألف في تسمية حضر النصارى وتنرد على دين النصارى ايه هو مفيش حد عند علم يختلف أنه كتاب اظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي عليه رحمة الله المتتالية الكتاب ده يا جماعة 1367 صفحة 1367 صفحة بيتكلم عن خمس مثال ده رحمة الله الهندي رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي عليه رحمة الله الكلام ده جماعة كان في القرن الكامل في أواخر القرن التتعتاشر يعني الكلام ده بيننا وبينه 150 سنة قال في كتاب اسمه اظهار الحق مضبوط ده أربع مجلدات مشهورة مشهورة كتاب بيقولك 1367 صفحة على كم مسألة على خمس مسائل بس موضوع النسخ وموضوع التحريف في الكتب المقدسة عنده في العهدين القديم والجديد وموضوع إعجاد القرآن وموضوع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وموضوع تأليه المسيح والتفليف الخمس مسائل دول هم الخمس المسائل الأطلية فأي حوار جدي بين مسلم وإيه ونصران قال في الكتاب ده يا جماعة عزون دلوقتي نعرف قصة تأليف الكتاب عشان نعرف ان الواحد مهما كانت ظروفه ومهما كانت التضييخ اللي عليه ممكن لو بزل بزل يسمع وينتج وينتج كبير الشيخ هذا رحمه الله 1854 كان فيه جماعة قصة دكتور في مقاراة الأديان اسمه فندر مشهور كان نقلب كتاب اسمه ميزان الحق الكتاب ده جمع فيه كل الحجج وكل الافتراءات وكل الشبهات اللي ممكن تقال عن دين المسلمين تمام وجمع فيها كل الطرائق اللي ممكن يجاوز بها نصراني على مسلم لو حجه في دينه واضح؟ الكتاب ده جماعة بشهادة المسلمين والنصارى معا يعني اعقد كتاب مش عاد تقول اعظم كتاب يعني اكثر كتاب متأكثر من نصراني ضد الايه؟ ضد المسلمين سمع يا جماعة سمع ميزان الحق سمع ايه؟ ميزان الحق الكتاب ده جبع بسلسلة طويلة من التنطير في شبه القرى الهندية موشيخ رحمة الله ده مهندي اصلا وان كان مات في مكة عليه رحمة الله مات في مكة طريق زي ما عناه رب الوقت ان شاء الله ففي شبه القرى الهندية كان مين اللي محتمل الهند؟ ما كلنا عارفين؟ بريطانيا وبريطانيا دينها ايه؟ النصرانية على اي مذهب؟ بروتوستانت هما ايه؟ بروتوستانت فندر با كان كاتوليكي وبعد كده بقى ايه؟ بقى بروتوستانت بعثته الكنيسة الانجلية في انجلترة ككبير للمناصرين في شبه القرى الهندية فظل يحد طبعا هو جماعة مسنود مسنود بمين؟ بقوة الاحتلال ومن العملاء من المسلمين ومن الهندوث معا لان القوة الكبيرة كثنين لبريطانيا طبعا المملكة العظمى في الوقت ده المملكة التي لها تبعنا على الشمس في الوقت دوت الجماعة بريطانيا في القرن الثمنتاشر والتسعتاشر كانت اقوى من امريكا دلوقتي اقوى مش بقول زي ايه بقول اقوى من امريكا ايه دلوقتي فهو دلوقتي محمد ايه؟ في سلطة وسلطة قوية فكان ما بيخافش يروح لمحافل المسلمين وكل الاجتماعات اللي ممكن المسلمين يعملوها او الهندوث يعملوها ويدعو علامية وزهرا وبكل تبجح الى دين المصرمين ويهاجل المسلمين في دينهم والهندوث في دينهم يدعو الى الايه؟ الى المصرمين حتى حصل على اثر دعواتي بلبلة شديدة في نفس طلاب العلم فضلا عن الايه؟ عن العواج من شدة الشبه وشدة دراساتي للإسلام وطول دراساتي للإسلام كان يتقن العربية والإنجليزية والفارسية والأوربية يعني لغة الايه؟ لغة الهند الأوربو والفارسية لغة إيران والإنجليزية لغته والعربية للغة الايه؟ القرآن مع طول باعث معرفة الثقافة العربية كتب التاريخ العربي عريها كوي واحد بالثقافة والعلم دوت هو اصلا دكتور في مقارنة الأزيان وبعدين مسنود وعنده نشاط غير عادي في الدعوة إلى الايه؟ إلى النصرانية وقعد الحال على الشكل ده كل الجهوده في الآخر بتأليف كتابه اللي سمى ايه؟ ميزان الحق والكتاب ده عمل ضجة شديدة جدا 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 في الهند وكان فيه كثير من علماء المسلمين في الوقت الوقت في الهند معرفيش يرضع الكتاب لغة ما المسلمين فعلا خشي عليهم أن يتنخروا كان فيه وقت هندوسي أنا مشتكر اسمه كان صديق لفندر وصديق لرحمة الله الهندي من ايه؟ من الجهتين فحاولي ايه؟ يطقشهم في بعض ده كبير علماء المسلمين في الهند وده كبير علماء المصارف الايه؟ في الهند فقابل رحمة الله الهندي ذلك ورحب به ولكنه كان يخشى ان يتهرب منه مين؟ فينبر ده لأنه ده بقت الصونة له وبقت الشهرة له وفي نبط الوقت انشار ان يكتابه محدش عارف يرب عليه فهو كان حريص على انجاح الايه؟ اللقاء ده فقعد يبعث لفندر ده بعته اكتر من تسع رسائل عشان ينظموا امر ايه؟ المناظرة وتعلمت عليه فندر في الشروط اللي اشترطوها في المناظرة ومع ذلك قبض وحدده يوم كارم وحداشر رجال وكانت 1869 من الملاد كانت المناظرة معها ستة ونصف صباح عشان ايه؟ عشان محدش كتير يحتر وقد قسموا المناظرة على ثلاث سيام وقد قسموا المناظرة على كام يوم عثال سيام اول يوم هيتكلموا على مسألة التحريف والنسخ في العهدين القديم والجديد حددوا البرتوكول بالمناظرة اللي احسن اتفاقية لهم على سلوك كل واحدهم في المناظرة وفقا عقدت المناظرة وكانت المفاجئة ان كل امراء المسلمين وكل كبراء الانجليز وكل كبراء الهندوس والصحفيين حضروا ايه؟ المناظرة 500 نفس من كبراء الناس حضروا ايه؟ المناظرة ستة ونصف صباحا وانتهت المناظرة دية على كل الناس سمعوا في اندر وابع تاريب دلتانه انه كتابه مبني على غير القواعد العلمية واعترف في الانجيل لوحده بسبع تناقضات صارقة في اصل الدين واعترف باربعين الف خلاف دلنسخ الانجيل المترجمة اربعين الف ايه؟ موضح خلاف لا يمكن الجزم باين النفطين نزل على عيش اربعين الف موضح موثلج انا عرحمة الله الهندي قبل ما يناظر قرأ اثنين وثلاثين ترجمة اثنين وثلاثين نسخة مختلفة للعهدين القديمة والجريب باربع لغات هو كمان رحمة الله الهندي كان بيطن اربع لغات عن ذكره العربية والثاريسية والارضية والانجليزية ورحمة الله الهندي يا جماعة درس المسرانية من اصولها يعني درس المسرانية من كتبهم مش من كتب المسلمين لا قرأ اثنين وخمسين كتاب لعلماء المسارى طبعا على علماء المسلمين طبعا من الكتب مهمة جدا في البياب دوت الكتاب شغل اسم مثالية رحمه الله الجواب الصحيح لمن ببدأ لدينا لإيه المقصود ان المناظرة مفضت على ان فندر لا وزن لا كده يبقى هو كده ايه مضطر ان يشوف خيلة عشان ما يكملش المناظرة دي لان فضل كمان كمان ايه يومين ليه يا جماعة لان كان اشترطوا على بعض ان اللي يتغلب يدخل في دين الغالب المغلوب يدخل في دين الغالب علانية قدام الناس كان بشرطهم في المناظرة ان اللي يتغلب يخش في الايه فعارس فندر كل الحرف ان لك اكتمن الايه المناظرة وشيئلا لم تكتمن الايه المناظرة بعد اعترافه بلساني بالتناقضات الصارقة واعترض بوجود النسخ والتحريف في الكتب الايه المقدسة عندها طبعا كتاب مقدس لما اعترض صحبه بالتحريف بل كتاب دي قيمته ايه من نحي الديانة ولا حاجة خلاص طبعا كان نرد بسالة الحكومة الانجليزية انهما صادروا اموال رحمة الله الهندي ووضعوا الف روبية هندية لمن يأتي به حيا او ميت هو خرج مستخفيا من الهند وذهب الى ايه الى مكة ذهب الى مكة اللي عاجز في الموضوع طبعا الراجل فندر ده مقدس لطف الهند بعض كده تسافر لالمانيا وبعدين سويسرا وبعدين انجلسرا ومن انجلسرا بعد اربع سنين بعتوه كبير للمنصرين في مقر دولة الخلاف اللي هي ايه اللي هي القسطنطينية اللي هي الايه القسطنطينية نزل هناك على الخليفة المسلم عبدالعديس قال وقال له ايه قال له اما ناظرت رحمة الله الهند كبير علماء الهند واسحمته وبينتنوا من القرآن تيه تحريف ونسخ والمسلمين في الهند كلهم تنصروا وانقلبت المساجد الى كناش تشوف الكذب الكذب والصراح مية المية كذب فطبعا الخليفة اغتمى اشد الاجتماع ازاي بيحصل طبعا الهند ما كانش من دولة من دولة الخلافة الاسلامية كان دائم دولة العثمانية وعرض من الحجاج الاطراس ان رحمة الله الهند يعتبر من في فين في مكة فبعت لعبدالله بن عون اللي هو الشريف حاكم مكة ان يرفع رحمة الله الهند الى مقر الخلافة في انقرة وفعلا راح واول ما فينبر عرف انه وصل لتركيا رحمة الله الهند عمل ايه غادر على الفور تركيا وخص عليه الفصفة كما حصلت فطلب الخليفة من رحمة الله الهند عليه رحمة الله ان يؤلف كتابا فيه هذه المسائل الاخمش ولذلك يقول المؤرخون لو علم فينبر انه بسبب كبدي على خليفة المسلمين ان رحمة الله الهند سيتودون ذلك كتاب ينشر على العالم وهو ترجم التسع لغات الخليفة امر بترجمة التسع لغات وبتداوله في جميع اختار المسلمين لو كان عرف كده كان اختار الموت والكتاب دم ايه وفعلا يا جماعة انه صار في كل دول اوروبا ارسلوا من يشتري نسخ هذا الكتاب كائلا تمانوه ما كان ايا كان ايه تمانوه عشان ايه يطلقوه ويطلقوه مش عارضون كتاب يوصل لهم من الاسف الى الان مش مشروط بلوص المسلمين عارفين يا جماعة الشيخ احمد بذات الشيخ احمد بذات يعني على ما تعلمونا مثل معرفته من النصار سبب اصلا معرفته من النصار ايه هو نفس بيروي الفصة ديه فهو كان بيشتغل متاعد باع وكان في دكان في مواجهة معهد لتعليم الوعاظ المصارى وكان الوعاظ رجل ملوش في الماضي احمد بذات ده كان القساوسة دولك بتعلمه في المعهد فكل شوية يشتروا من الدكان دوت ويعود يقليفوا على ايه على المسلمين في دينهم ويتعانوا في النبوة النبي صلى الله ويتكلموا على القرآن وهو كان جاهل معرفش حاجة ويقول جعل نفسه كل يوم اروح بالليل اعبعيك ويديش حاجة اعماله لراكم ربنا سبحانه وتعالى يسر له وراح بضروم بيت لقى شوية كتب قديمة فمنحفظه وراحلة ربنا به بيمسح على جلد الكتاب لقى كتاب اظهار الحق الشيخ رحمة الله رمضي فقرأ الكتاب فصال بعد ذلك هو الذي يذهب اليهم ويناظرهم هو الجلد اعمل ايه الكلام واسلا على يديه ونصارى كثير في جنوب اثيقه اللي هي اسماء ايه تاون دي كيف تاون العاصمة اسماء كيف تاون كيف تاون فوصار بعد ذلك الشيخ احمد داد كما ايه تعلموا ان كان بس عشان ارى كتاب رحمة الله هند ورحمة الله ورحمة واسعة كلام دا جمعوا انهم ايه دا الراجل في وسط الاحتلال والهندوس والامراء الضعفاء للمسلمين ومع ذلك وقف في وجه هؤلاء كلهم امام ثلث تنصير في شبل قرة اللي هندي بايه بالثانب هو دا شاف الكلام كله انه ايه بالثانب واحد نحن يتاونى ما واسعة ممكن نتعلم دينا وننشره في الناس ونعمل دي قبل ما ننشره وانا مش ممكن الكلام دا مستحيل يا جماعة مش مستحيل فرعا انا بس يا جماعة عزيزينا نتكلم في روطة دلوقتي عشان يبقى ان شاء الله اخر مجلس هذا الموضوع هو اليوم الاثنين الايه القادم النقطة دية خلاصتها ان احنا جماعة لازم نعرف ان احنا لو عملنا اللي فوسقنا ربنا هيطررنا اللي مش فوسقنا واضحة يعني دلوقتي ضعفة حالة احنا ممكن يا جماعة نحارب دول امريكا واروبا مثلا دلوقتي في الوضع الحالي دلوقتي بدون ما نتطور بدون ما نمتزم بجننا فعلا ودون ما نعرف هنعرف هتحداهم بالقوة مش هنعرف وإلا نبت ان عارك يتحدى المكة بالقوة في مكة ولا مش صح بس في نفس الوقت هل احنا عملنا كل المنبر عليه لا النقطة اللي عارض اتكلم فيها دلوقتي ان انت كفرد والمسلمين كأمة لو عمل من فوسعهم ربنا هيبارك ويقصر اللي مش ايه اللي مش فوسعه يعني الواحد لو ناثر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتطاع سواء بنفسه او ماله او جاهي او لسانه فصحي فقلونا النصر بالدعاء والمشاعر لو قلونا خمس ايه جماعة خمس انواع النوع الخامس اللي هو النصر بالايه بالمشاعر وبالدعاء اما النصر بالمشاعر فنعني به قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتدام دي الكلام من شهر رمضان يقول في النصف الاخير من الشهر يقول اللهم قاتل كفرة اهل الكتاب قبل ما اكمل الدعاء اش مال كفرة اهل الكتاب يعني قال امام النوة رحمه الله كتاب الاذكار لان الحرب كانت هذه الوقت بين المسلمين واهل ايه الكتاب فلو كانت الحربة بين المسلمين وغير اهل الكتاب المفروض الدعاء لا يتوجه عن ايه اللهم قاتل الكفرة الذين يطدون عن سبيلك ويكذبون ايه رسلك ويقاتلون اوليائك اللهم قاتل الكفرة الذين يطدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اوليائك وخالف بين كلمتهم والقي في قنوبهم الرب والقي عليهم رجلك وعذابك الهالري yours الى الحق الكلام ده جماعة منه من عمر ربية الله عمل نصرة من النبي والدين النبي صلى الله عليه وسلم و أنت أعرف مجرد أن تصل على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم طيصا بحالنا صلى عالنادي النهادة يوم الجمعة الشتgart الصلاة عالنادي كم مرة سؤال موحك وممكن موحك تعُسِق إلى إن صلى عشره وعشرين ثلاثين صلى المدعى وعشر عالنادي عشرين وعشرين الثلاثين يا لíem يبقى الشراء عالشة هم يسبون ويستهدئون ويشتمون ويطعنون وانت تصلي وتسلم وتبارك وتنعم على النبي صلى الله عليه وسلم سؤالك للوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم ده نصر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا إذا كانتش تبدونه تبقى فين أفرق آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وضعه الله أم المقام المحمودة النبي وعدك ميدي نصر للنبي صلى الله عليه وسلم ميدي رفعة درجاته مش هو اللي أمرنا كده ثم فالله عليها لإيه الوسيلة يبقى دي صورة من صور المصر الواحد سيناك بقى المفروض يتخير الأوقات والأحوال الفاضلة التي يدعو فيها للإسلام بالنصرة وللمسلمين بالتمكين يختار بقى مثلا في السجود كحالة في بين الأدم والإقامة كوقت في الصيام الناس كانوا عاملين مثلا إيه يوم الخميس النخاء كانوا عاملين دعوة عامة والورق بيتوزدع على كل الناس أن تصوم يوم الخميس اللي هو كان يوم عشراء وتبعي عند الإفطار بصيرة معينة الموضوع طبعا يا جماعة كمبدأ على العين والرأس ومطلوب مبدأ الصيام بذل الطعاء أكثر في الآيام دي نتفرض لله أكثر وأكثر عشان ربنا يرحمنا ونبع الله تبارك وتعالى أبرع وأبرع عشان ربنا يرحمنا بس يعني إيه نشتازم الخميس بس خلاص يعني الدنيا كل شيء كده خلاص ثم الخميس ودعينا وخلاص نب كل ثوم على قد مال إحنا في شهر إيه دي الوقت إن النبي قال أفضل السيام بعد الفريضة سيام إيه شرلا سوم سوم على قد ما تقدر ودع على قد ما تقدر بأي صيغة إيه تحبها أي صيغة إيه على لسانك أي صيغة إيه المعنى صحيحة تسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا نبيني في الأرض وأن يظهر كلمتهم في الأرض وأن يقاتل الكاثرين الصدين عن سبيله ويخالب بين كلمتهم ويلقي في قلوبهم الراب ويلقي عليهم رجته وعدامه وإيه الحق تقول اللهم إنا مغلوبون فانتصر يعني إيه يعني رب ما فيش في إبن حاج انتصر أنت لنبيك صلى الله عليه وسلم تبعوا الله عليما تطع في أي وقت بدون تكريف لا للبسيرة ولا من إيه من الوقت وتبعوا الناس لذلك قول نفسهمه واسجدوا وصلوا وقولوا وضعوا وهذا جماعة لا الدعاء في لاحظة إيه المؤمن وإن شاء الله تعالى إن يتكلمنا عن الهجرة هنقف على برسة عظيم من دروس الهجرة إن دقوا الله عز جل لنبيه في الهجرة وخل ربي أدخلني مدخل صدقا وأخرجني مخرج صدقا وادعلني من لدنك سلطانا إيه نصير ربنا سبحانه تعالى بيلاء من نبي صلى الله عليه وسلم إن يستنصر بإيه بالدعاء فالنقطة نقول نكلم عليها بلقينا جماعة المسلمين لو بدل أن نفسعهم ربنا إن شاء الله عز وجل هاي إيه هيسترلهم من نفسعهم وعشان ما نتوش على حضراتكم نقول المرضى إن شاء الله المرضى جاء مع البداء من المرضى سبحانك الله ربنا ورحمة الله وإكشبه الله إله إلا أنت نشفى عز وجل ترجمة نانسي قنقر شكرا